اجنحة الفراخ معمولة بالاير فراير وعملنها على الستنج بتاع التشيكين لاجز اير فراير ميانتا عملنا فيها وصفات كتير وهي مش بس للفراينج للحاجات اللي تقليدية لنعملها مقلية في الزيت للحاجات كمان اللي بنعملها بالفرن يعني تشيكين وينجز ممكن نشويها نعمل لها روستينج بالفرن هنا أنا النهاردة حفص الجهاز عمل لها الروستينج هنا هي ما بين الروستينج والفراينج النهاردة عملنا لها خليط كده حتشوفوها على الوش بس تعالوا اوريكم نفتح الكمبارتمنت واوريكم ازاي طلعة مقرمشة سوبر كريسبي ونزلت شايفين هنا تعالوا بصوا هي سخنة نزلت الدهون اللي بتبقى عادة في اجنحة الفراخ نزلتها هنا فتخلصنا من نسبة كبيرة من الدهون احنا مش بس ما قلناش الوينجز احنا كمان تخلصنا من نسبة الدهون اللي جواها وبنفس الوقت استاوت تماما وبنفس الوقت طلعها سوبر مقرمشة حنقلهم هنا حتنحطهم هنا في الطبق لانه لسه حنعمل البفلو سوس والبفلو سوس دي نسبة لنيورك هي الوصفة السوس دي اللي بقت شهيرة جدا تتعامل غالبا مع الفراخ اصلاها من مدينة نيورك مدينة نيورك هتلاقوا فيها تأثيرات كتير للمطبخ الايطالي والمطبخ المكسيكي ووصفات كتير تحدست وتطورت من المهاجرين اللي راحوا امريكا فالوصفة دي وصفة نيوركية عشان كده قلت لكم في الاول انه المطبخ الامريكي والمكسيكي فيه مطبخ كده بيجمع الاثنين مع بعض تعالوا اوريكم ازاي عملنا الوينغز الاول ببساطة خلي ده على جنب حنحطه في الصوس اول ما نعملها عندي تشيكن وينغز اجنحة الدجاج خلوني بس ألبس لجلافز احنا لما نحطوهم في الصوس هياخدوا كل نكهة الصوس يعني هما هيتغطوا وتبقى الكوت من بره اللونها برتقاني الحراءة قوي دي اللي محتاجة حاجة جنبها تطفيها بس هي من الاكلات الحلوة جدا يعني اعرف ناس بيروحوا المطبخ عشان يكلوا كمية من الوينغز يعني ده بيبقى الميندش بتاعهم فدول يركزوا بقى لانو الوصفة دي سهلة وحلوة هنحط عليها الاتي هحط عليها شوية بابريكا وده اللي مديها اللون الأحمر فهاخد شوية بابريكا مش شوية اكتشلي حطيت معلقة كبيرة تعتبر بابريكا هنرش عليها شوية ملح الصوس اللي احنا عاملينه فيها كل فليفرز بس برضو محتاجين ندخل الملح هنا ممكن نحط عليهم شوية زيت بسيطة جدا بس وممكن تتبلوها قبلها بفترة وهحط عليها نشا داستينج خفيف من النشا النشا لما تقرمش تدخل الفرن شايفين الطبقة اللي الجلد بيساعد الجلد انه يقرمش جدا وطبقة بسيطة من النشا نحط اهو معلقة كبيرة بس وحنقلب الخليط دا وبعدين هناخد الوعاء بتاع الـ Air Fryer وانا هحط فوق المكان اللي شيرنا منه الفراخ لانا ممكن نعمل على كذا باتش فهحط الفراخ كده وفي نص عملية التسوية انتم ممكن تطلعوا تفتحوا الباب قلتلكم في اي وقت ممكن تفتحوا الـ Compartment دي وكمان انكم تقلبوا يعني اللي تحمرت قوي تنزلوها تحت تطلعوا اللي ما تحمرتش قوي فوق وتزودوا الوقت زي ما انتم حبين بحب كمان في Air Fryer من ميانتا حاجة في Air Fryer كتير مفيش فيها العمق دا العمق دا قريبا هنعمل فيه فرخة كاملة صغيرة متوسط الحجم لانه Air Fryer كتير مفيش فيها العمق دا فلما تحطوا الفرخة الكاملة وتيجوا تقفلوها ما بيقفلش الدرج هنا الميزة في دا عمق الـ Compartment دي هنعمل ايه؟ هنحطها هنا وعندي هنا setting لـ Chicken Legs اللي هي وعندي الـ Chicken Wings الـ Chicken Wings بتاخد من 17 إلى 22 دقيقة على 200 هي هي نفس الـ Time بتاع الـ Chicken Legs بس الـ Chicken Legs اكبر فهتاخد وقت اكدر على كل حال الوقت دايما انتم ممكن تزدوه هنا عندنا 17 إلى 22 دقيقة فهنحط الـ Time والحرارة على 200 كل اللي في لازم تعملوه تعرفوا الـ Time ودرجة الحرارة وـ It's Done وان It's Done لما تلاقوها أرمشت وبقت بالشكل ده هممكن تزودوا وقت أو تفصلوها قبل الوقت تعالوا تعالوا نعمل السوس هحط البتجاز على أعلى حرارة هو إيه البفالوسوس هو عبارة هو مش تقليدي يعني من الوصفات اللي خليتني أول مقارتها لأ أنا عايز أقوم أجربه دي هوت سوس أنا هستخدم السيراتشا سيراتشا هوت سوس ايجين هوت سوس عادية جدا أي نوع هوت سوس تقريبا 3-4 كباية خلوني أجهد بالسباتيولا هي فايري راسبي يعني مش فاكرة خلود تقريبا لو ذكرتي حضرة لما سألت إيه الوصفات يوم الاثنين اللي بتحفزكم تدخلوا المطبخ قالتلي لسبايسي راسبي فبقول لها والكل اللي بيحبوا الوصفات لسبايسي الوصفة دي ليكم اسألوا الشيف برضو النهاردة وإحنا بنطبخ كده ممكن ندردش عن أي حاجة نفسكم تسألوني عليها هتلاقوا السوس هنا أول ما حطيت أنا كنت مسخنة التاسا السيراتشا هتبتدي تسخن هناخد زبدة 3-4 كباية سيراتشا أو غوت سوس هنحط عليها تقريبا نصف كباية زبدة هي الزبدة اللي بتخليها جلوسي تقريبا دول كده كده نصف كباية تقريبا هنسيح الزبدة جوه الهوت سوس وحنحط عليها الأتي هنحتاجين نوع من الأسد الأسد ده ممكن يبقى خل أنا عندي خل هنا خل أبيض العادي وبعد الوصفات بتقول وارشستر سوس وارشستر سوس الكلمة الصعبة دي وارشستر شاير سوس وارشستر سوس هنحط تقريبا معلقة صغيرة خليني أزود شوية خليها معلقة كبيرة بتديها طعم حلو لون حلو وكمان هنحط عسل بالنس بقى حرق دسم من الزبدة الوارشستر قدتها الأسدتي شايفين لونها بيتحول لون الأورنج ومنحط تقريبا معلقة كبيرة عسل ولو بتحبوها سويت سويت شيلي سوس ممكن نزودوه أكتر شوية هقلب شايفين ابتدت الزبدة تسيح هدوق حرق شوف لو نقصها أي حاجة عشو نقصها أي حاجة شوية العسل دول ادوها بالنس الزبدة الزبدة بديها طعم خطير يعني غيرت نكهة ال ال الشيلي ال هوت سوس لنكهة كريمي شوية كده هنعمل ايه هناخد الشيكن وينغز ونحطهم نغطسهم جوه السوس بكل بساطة هعملهم على دفعتين على منقلبها كده في السوس ومنخليهاش تفقد القرمشة بتاعتها مجرد تقليبة سريعة وبنطلعها على طبق التقديم هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل الدبينج سوس اللي بتقدم جنبها اللي قلتلكم هو من البلو تشيز شكلها حلو ازاي يومي 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 يلا استذب البفلو سوس بصوا شكلها حلو ازاي دلوقتي هنحط جنبها تتقدم في المطعم لانه هي فايري حراقة فبتحط جنبها كده كرفس شوية جزر وحنعمل دلوقتي حالا السوس اللي هي بلو تشيز سوس اللي بتتقدم معاها هنحطها هنا والبلو تشيز سوس بسيطة جدا هنخلطها بايه انا محتاجة طبق هنخلطها بنفس الطبق هحتاج جبنا بلو تشيز اللي هي الريكفور من فرفتها كده بحبهاش دايبة خالص بحب يكون فيها تشانكس ودي من الحاجات على فكرة مش كل الناس بتحبها الجبنة دي انا قاعد فترة كبيرة لحد ما حبتها بس طعمها رائع هنحط عليها سور كريم اللي هي الجبنة الحمضية بس برضو قوامها لسه تقيل احنا محتاجينها تكون دب هنخلط معاهم شوية لبن رائب ونحط عليهم شوية فلفل اسود ونخلط السوس ده بالشوكة كده نهرسه يحد دوب شايفين بلوت شيز على طول اهي دابت جوه تأكد انه هي جزء داب وجزء تشانكي حلو جدا يطلع علينا قطع كبيرة خلوني أبعد الطاصة دي أنا بسخنها علشان نعمل البيكن للوصفة الجاية البيف بيكن بيبقى دسم وبيدوب الدسم فيه بالطاصة بالحرارة وبيحمره خلونا ننظف الطبق ده ننظف الطبق ده وحننعمل طبق بلاتر كبير ممكن نعمل كده ممكن ناخد هنا ونحطه كده وبقى عندنا تشيكن وينغز أحلى المطاعم صدقوني كفاية أنكم عاملينها بأيديكم قبل ما نبتدي بالوصفة التانية تعالوا نبص على الوينغز اللي حطناها بالإيرفراير من ميانتا عايز أوليكم هي وصلت لأنهي مرحلة خلونا أشين بلوت شيف بص على طول ابتدت تتقرمش و الإيرفراير في موضوع الروستنج حتى رائعة لو لقيتوا قطع فوق اتحمرت ابدلوا القطع اللي فوق بالقطع اللي تحت لحد ما كلها زي ما شفتوا أخدت لون يجمل طيب هنحطها هنا و نروح نعمل وصفة البوتاتو سكنز اللي حطلعها حالا من الفرن علشان هي بتتعامل على مرحلتين الله ودي خلوني انتم سامعيني كويس من الإيرفراير احنا ممكن انا مش سامعكم كويس عشان حنبتدي ناخد اسئلة اسأله الشاف شوفوا البوتاتو سكنز دي اول ما بتطلع بتاخد بتاخد بصل اخضر بتحط عليها بصل اخضر افتكرتوها صح وعرفتو بتاكلوها فان انا متأكدة دلوقتي حالا بيقولوا اه دي اللي من كلها ثانية واحدة مش هحكلكم عن طعمها هنحطها في البلاتر اللي بنعمله ده بورتي بلاتر اللي هو في صدقوني صحابكم هيحبوكم جدا 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 لما تعملو لهم الطبق ده لما يقولكم البيت او في اعياد الميلاد او في المناسبات الله يرجعها ويقطرها او الموفي نايت طيب اه